RV250CC من شركة ويانج قبل كده كنا اتكلمنا عن ويانج RS250CC وان شاء الله قريب جدا نازل نازل معه الاصدار الثاني كنا نوهنا عنه RV250CC تعال نتعرف على شوية تفاصيل عنه السريع عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله نتعرف على بعض التفاصيل والصور لل RV250CC كنا كلمنا عن RS وكلمنا ان فيه اصدار تالي نازل ناس كتير جدا طيب لما ينزل هنعمل فيديو عنه لا تبعا يزين نتعرف عليه الصور نستنى نشوف فعلا حاكويسة جدا زي محرك شايف اسطيل عالي ويستاهل الخامة التشطيب الكلام ده ان شاء الله بإذن الله هو طبعا نفس المحرك نفس المطور بتاع ال RS بالضبط والمواصفات والكلام ده ولكن الستايل تقريبا أعلى بكتير وقت النزول ان شاء الله بإذن الله أول ما الأجازة بتاعت الصين أجازة الربيع الصينية ده تنتهي هو خلاص يعني على الشحنة على طول بإذن الله أول ما يوصل بإذن الله هنعمل بقي التأفيل زي ما تعودنا التأفيل من الواصفات الفنية الوزن السرعة كل شيء عنه وهتركابه عطري بإذن الله ولكن ابتداء كده نفس المحرك والشاسية تقريبا واحد هو الستايل الخارجي حتى الشكمان هتلاقي نفس الموضوع الفرمالة ديسك وراء قدام ألات الجر حتى المؤسسات الحوامل هتلاقي الامكانيات قريبة من بعضها تمام؟ لكن الشكل سمحت رأيك حقا كويس السعر ممكن ممكن أن يقل قليلا وليس سيزيد ليس سيزيد عن الرس والله أعلى لكن أنا من وجهة نظري سيقل عن الرس وهذه بعض الصور للناس الذين طلبت الرس فعلا لا أريد أن أقول لك ويانج يعتبر عندما دخلت السوق المصري فعلا أنت تدفع فلوس مقابل إمكانيات تأتي عندما رأينا الرس وكان وقت نزولها طبعا لا أعرف السعر رسمي كم لكن وقتها قالوا ستنزل في 25 ألف 25 ألف مع الإمكانيات نفسها ممتازة جدا 250C والتبريد الميا والإمكانيات تركوين السرعة الفرامل المساعدين الشاسي حقا كويسا طبعا هذه الصور التي طلبتها وإن شاء الله أول بأول لا تنسى الاشتراك في القناة بإذن الله طبعا بزر جال حتى نصل على كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة